السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي الفني في ثاني حلقات مراجعة مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول 2021 على بركة الله نبدأ طبعا احنا رجعنا في الحلقة الصابقة رجعنا الباب الأول اللي كان بيتكلم عن التقريب والخطأ وخدنا جزء من الباب الثاني اللي هو المزج والخلط احنا عندنا يتبقى لنا ثلاث أبواب البرمجة الخطية والتبديل والتوفي والمتتبعات الحسابية والهندسية هنشوف مع بعض عندنا طبعا نوعية الأسئلة هتكون نوعين أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية هنشوف الأسئلة الموضوعية اللي هي اختار وأكمل وممكن وصل وممكن صح وخطأ لكن احنا بركز يمكن على الأسئلة الاختيار من متعدد ومن أسئلة ايه الأكمل هنبص مع بعض ما هنا على الشاشة نشوف عندنا السؤال الأول بيتكلم على ايه بقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين الحد السابع في المتتابعة واحد واربعة وسبعة هو كذا طبعا هو هنا ما ذكرش المتتابعة حسابية أو هندسية يعني خليني أننا ممكن أسأل نفسي هل هي تتزايد أو تنقص بمقدار ثابت يبقى في الحالة دي حسابية أو أننا لو قسمت أي حد على الحد السابق له يطلع قيمة سابتة يبقى في الحالة دي متتابعة ايه هندسية هللاقي أن هي تتزايد بنسبة ثابتة واحد أربعة سبعة يبقى دي متتابعة ايه حسابية تعالوا نشوف مع بعض أنحلها ازاي وازاي نكتب الصورة العامة مع المتتابعة الحسابية للحد السابع هنا عندي بيقول لي الحد السابع يبقى أنا هكتب هقول له حا سبعة حا سبعة يساوي ألف زائد نون نقص واحد دال طب نون نقص واحد هنا نون عندي بيقول لي حا سبعة يبقى نون بكام بسبعة نقص واحد يبقى ست يبقى ستة دال طب دال دا اللي هو ايه الأساس يبقى أنا المفروض هيكون عندي الحد الأول اللي هو ألف أدي واحد طب الأساس بنجيبه ازاي بنطرح اي حد نقص الحد السابق له مباشرة يبقى دال هيساوي أربعة ناقص واحد يساوي تلاتة في الحالة دي أنا عندي أقدر أعوض في المقدار اللي عندي الألف بتلاتة زائد ستة ضرب دال بتلاتة الألف بواحد آسف يبقى هنا تلاتة هيساوي واحد زائد تمنتاشر يطلع تسعتاشر أشوف تسعتاشر موجودة في الخيارات اللي عندي نعم يبقى الإجابة اللي عندي كام تسعتاشر هنيجي نشوف السؤال الثاني بيقول لي الحد النوني لمتتابعة حسابية حدها الأول ألف وأساسها دال هو إيه طبعا زي ما احنا شايفين أن ألف زائد نون ناقص واحد أو زائد واحد دال أو ألف ناقص هي كلها شابه بعض معدل الاختلافات في الإشارات يبقى أنا لابد أن أتذكر أول حاجة الحد العام ألف زائد يبقى أنا هستبعد الخيار رقم ثلاثة الأول جميل يبقى الآن هركز في الخيار الأول والاختيار الثاني طب هو أنا عندي بيقول لي إيه نون ناقص واحد ولا نون زائد واحد لا نون ناقص واحد يبقى أنا في الحالة دي هختار الخيار الثاني يبقى ده الحد النوني للمتابعة الحسابية اللي عندي السؤال جيم أوجد حاخ خمسة من المتتابعة الهندسية هنا بقى وضح لي أن المتتابعة بتاعتي دي هندسية وأنا كنت ممكن لو ما كتبش كنت أقول له ستة ناقص تلاتة تلاتة اتناشر ناقص ستة ستة ليست حسابية يبقى كنت هروح على طول لمين للهندسية هو بيقول لي عايز الحد الخامس طب ما أنا عارف أن الحد الخامس الصورة العامة بتاعته وهو يبقى الف را السنون ناقص واحد خمسة ناقص واحد كام أربعة يبقى يلزمني أجيب الحد الأول أهو تلاتة جاهز طب أنا محتاج مين عشان أقدر حل مسألتي يا شباب محتاج را الأساس الأساس بنقسم ستة تقسيم تلاتة هيسوي اتنين يبقى الراح هنا بكام باتنين نعوض نشير الألف ونحط تلاتة في اتنين قص كام أربعة طبعا بالآلة أو إحنا عارفين اتنين قص أربعة مضروبة في نفسها أربع مرات يعني ستتاشر تلاتة في ستتاشر بكام تمانية واربعين يبقى الاختيار أحط عليه دائرة يبقى أنا جاوبت الإجابة الصحيحة طيب عندي الوسط الهندسي بين العددين أربعة وستة وتلاتين خلي بالك إذا قال لي الوسط الهندسي وسكت يبقى طالب الوسط الهندسي الموجب أما لما يقول لي الأوساط الهندسية يبقى طالب الاتنين الموجب والسالم هنا قال لي الوسط الهندسي للعددين أربعة وستة وتلاتين تعالوا نتذكر مع بعض القانون شكله ازاي موجب وسالي بس هو هنا خلاص طلب الحد الموجب يبقى على طول هقوله الجزر التربيعي لحاصل ضرب ايه اربعة ضرب ستة وتلاتين طبعا في طلبة ممكن يكونوا حفظين الجدول ممكن يكونوا يقدر يعمل عمليات زهنية وممكن يستخدم الحاسبة انا هستخدم الحاسبة اربعة في ستة وتلاتين بمية اربعة واربعين طيب جزر المية اربعة واربعين كام اتناشر يبقى الاجابة عندي كام اتناشر جميل السؤال اللي بعد كده اذا كان نون لام اتنين يسوي تلاتين ايه موضوع نون وقاف ده اه عندنا درس اسمه التبديل ودرس اسمه التوافيق لام هنا رمز التبديل وهقولك ازاي تستخدم الالة الحاسبة لاجادة التبديل والتوافيق طيب السؤال هنا بيقول لي ايه نون لام اتنين يسوي تلاتين نون بكام هو احنا عارفين قانون نون لام را بيسوي ايه اه بيسوي حاصل ضرب اعداد تبدأ بالنون وعدادها را وعدادها ايه را يعني مثلا لو عندي خمسة لام اتنين يبقى عددين هيبدأوا بالخمسة ماشي مرتين يبقى خمسة في اربعة طبعا في تتابع انا كل مرة بنقص واحد يبقى عندي نون لام اتنين بيسوي تلاتين يبقى نون بكام يطرى التلاتين دي عددين حاصل ضربهم تلاتين وعددين متتابعين متتاليين وربعة هنلاقي ان ستة ضرب خمسة بتلاتين يبقى النون هنا بكام بستة ممتاز نون قاف صفر خلي بالك في التبادير والتوافيق نون قاف صفر ونون لم صفر بيطلعوا كام بواحد طب واحد يقول لي تعالى بقى نشوف ازاي نستخدم الالة الحاسبة لحساب التبادير والتوافيق تعالى ركز معي انا عايز اجيب دلوقتي وليكن ستة لام اتنين احنا عرفنا ان هي بتلاتين التبادير ادي شفت ضرب ده التبادير وهيظهر عندي على الالة الحاسبة حرف بي وشفت علامة التقسيم ده التوافيق وهيظهر عندي على الحاسبة رمز السين طب انا محتاج ستة لام اتنين هقول له ستة شفت ضرب اتنين يطلع لي ستة بي اتنين اضغط يساوي يطلع عندي تلاتين طب لو انا عايز اجيب خمسة قاف تلاتة عايز استخدم الالة الحاسبة اقول له تمام الدليل ماشي عندي كام خبز شفت تقسيم يطلع لي حرف السي تلاتة يطلع عندي عشرة طب لو انا حبيت اجيبها بقى باستخدام ايه الحل هو التوافيق ده ايه القانون بتاعه نون قاف راء يساوي نون لم راء على مضروب راء انت قلت حاجة جديدة ده وقت يا مستر المضروب ايه هو المضروب ده اقولك المضروب مضروب العدد نون هو حاصل ضرب اعداد متتالية تبدأ بالنون وتنتهي بالواحد يعني مضروب الخمسة من خمسة ضرب اربعة ضرب تلاتة ضرب اتنين الى ايه الى واحد مضروب السبعة يبقى سبعة في ستة لحد ما اوصل الى واحد طب انا ممكن اجيبها بالالة الحاسبة اه نعم اقدر اجيب المضروب برضو يبقى انا عند التبديل وعند التوفيق وعند المضروب اقدر استخدم الحاسبة عشان ممكن يسهل الحل في المسائل الاختيارية وعند التأكد من صحة حلي تعالى نشوف كده مضروب الخمسة ازاي نجيبه على الالة الحاسبة هنقول خمسة shift x i في x قص مينس واحد تمام اللي هو بيطلع لي x i مضروب الاي ليه علامة التعجب دي لاسفل اضغط يساوي يطلع مية وعشرين يبقى ازاي ان انا اجيب المضروب العدد shift x قص مينس واحد اللي x i دي لما تطلع لي بالبني واطلع اضغط يساوي يطلع عندي ايه المضروب كده احنا خلصنا السؤال الاول تعالوا نشوف السؤال الثاني على الشاشة عندي السؤال ده جميل جدا ويعتبر هو حال نفسه بيقول لي صل العبارات التالية من المجموعة الف بالمجموعة الصحيحة من المجموعة باء تعالوا نشوف هنا عندي كده على الشاشة بيقول لي ايه المجموعة الف فيها ايه فيها الوسط الهندسي بين العددين صين ونصاد هو ايه واللي عندي الاعداد واحد وثلاثة وخمسة وسبعة هي ايه ووزن المعدن النفيس الى وزن السبيكة هنسمي ايه والاعداد اتنين واربعة وتمانية وستاشر هي ايه بصراحة السؤال ده لو جالي هيعتبر هدية ليه لان هو يعتبر مجاوب نفسه انا في عندي هنا اعداد في تتابع هتكون حسابية او هندسية ادي كده عرفت اتنين والوسط الهندسي بين العددين انا عارف ان هو موجب وسالي بجزر التربيعي ووزن المعدن والسبيكة اجيت اكيد فيها كلمة عيار السبيكة يعني انا اصلا انا جاهز ان انا انا كده عندي بقول السؤال ده سهل جدا لو جهل الطالب لان هو مجاوب على نفسه تعالوا بقى نجاوب كده مع بعض نشوف هنا عندي هنتابع ايه الوسط الهندسي بين العددين سين وصاد على طول اوصل بموجب وسالي ايه جزر التربيعي لسين فصاد طيب واحد وثلاثة وخمسة وسبعة اشوف التتابع بتاعها اطرح تلاثة ناقص واحد اتنين خمسة ناقص ثلاثة اتنين سبعة ناقص سبعة ناقص خمسة اتنين الله يبقى دي تتابع ايه حسابية يبقى انا عندي هنا اقول له متتابعة حسابية وزن المعدن النفيس الى وزن السبيكة قولا واحدا هو عيار السبيكة اذا ما عنديش غير المتتابعة الهندسية لكن احيانا ممكن يجيب لي في العمود رقم باء ممكن يجيب لي ايه حاجة زيادة يعني ممكن اقول مثلا الخطأ المطلق عشان ايه اخليك تفكر لكن هنا في مسألتنا اربعة تقسيم اتنين اتنين تمانية تقسيم اربعة اتنين ستاشر رقص تمانية اتنين اذا هذه متتابعة ايه هندسية ممتاز تعالوا نشوف السؤال رقم تلاتة السؤال ده بقى ايه مقالي يعتبر اربع اسئلة بعض الفقرة الاولى بيقول لي اوجد الحل البياني للمتتابعة سين زا اتصاد اكبر من او يساوي صفر خلي بالك انا عايز اذكرك بشوية حاجات معايا هنا في الورقة هشوف هنا وفي طريقة الحل ازاي اننا افرق بين في حالة المتبينة اكبر من او اصغر من اكبر بس ويساوي او اصغر ويساوي يا ترى شكل المستقيم هيبقى باشي ازاي تعالوا نشوف الطريقة الحل لما يقول لي اكبر من ويساوي واصغر من او يساوي يبقى المستقيم برسمه ايه متصل في حالة اكبر بس واصغر بس المستقيم منفصل بالطريقة دي يبقى هنا متصل وهنا ايه منفصل تمام على اساس وانا برسل دي اول حاجة طيب احنا هنحل المتتبعة فيه مجهولين يبقى اكيد الرسم بتاعي في المستوى الاحداثي اللي هو المحور الافق والرأسي الصدق اليمين عندي هنا الموجب واليسار السالب فوق الموجب وتحت السالب يبقى موجب واحد اتنين ثلاثة سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة موجب واحد موجب اتنين موجب تلاتة خلي بالك في طلبة بتخطأ وتكمل على ده سالب واحد لا ببدأ سالب واحد سالب اتنين سالب ثلاثة ده المستوى ايه الاحداث تمام يبقى انا عرفت السينات والصدات طب لو جالي متتابعة في مجهول واحد اللي هي مثلا سين زائد خمسة اكبر من ثلاثة طالما مجهول واحد ده تمثل على خط الاعداد اللي هي يكون على صورة فترة هنا عندي هيبقى سالب اتنين وما لا نهاية مثلا واللي اتنين مفتوحين اما في صاد سين زائد صاد اكبر من او يساوي ثلاثة هتمثل في المستوى الاحداث انا حبيت بس اخلي عشان تعرف الفرق بين المتابينة في مجهول واحد والمتابينة في مجهولين ازاي بنمثل دي وازاي بنمثل دي تعالوا نشوف المسألة بتاعتنا دلوقتي هنحلها ازاي بيقول لي اوجد الحل البياني للمتابينة سين زائد صاد او المتابعة سين زائد صاد اكبر من او يساوي ثلاثة للمتابينة افضل سين زائد صاد اكبر من او يساوي ايه ثلاثة في خطوات حل عندي لابد ان احنا نبقى عارفينها نمرة واحد بنحول علامة التباين دي الى يساوي يبقى هنقول له نرسم المستقيم مدام قلت مستقيم يبقى حولت علامة التباين الى اشارة ايه التساوي بتاع المستقيم يبقى سين زائد صاد يساوي ثلاثة جميل عشان ارسم مستقيم على المستوى الاحداثي لابد ان انا اجيب النقاط بتاعته بعمل جدول صغير سين وصار من ثلاث نقاط تب ليه ثلاث نقاط ما انا ممكن المستقيم من نقطتين اقول لك لعل وعسى نقطة منهم تكون غلط التالتة هي اللي بتحدد طالما التلاتة على خط مستقيم يبقى التلاتة صح طب بنعمل ايه ممكن ناس تاخد سين بصفر وصاد بصفر بس في الحالة طالما ما فيش معاملات يبقى يكفيني سفر واحد بس وممكن اخد عدد موجب وعدد سالب يبقى سفر وسالب واحد وموجب واحد وعوض مكان السين يطلع قيمة صاد سين بصفر يبقى الصاد بثلاتة سين بسالب واحد زائد صاد تساوي ثلاتة هنوديها الحارة التانية ونغير اشارتها يبقى صاد باربعة صاد بواحد يبقى واحد زائد صاد تساوي ثلاتة هنوديها الحارة التانية ونغير اشارتها يبقى صاد بساوي ثنين عندي ثلاث نقاط الآن عايز أمثل الثلاث نقاط أرسم المستوى الإحداثي بتاعي هذه عندي في عندي هذه السينات طبعا لو كان في ورق مربعات هيكون أفضل في الحل أنا عندي هنا أجيب المصطرة وأخذ كل سنتي واحد اتنين تلاتة أنا محتاج السينات لحد كفاية واحد سلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة الصاد نفس الكلام نفس المسافة واحد اتنين تلاتة اربعة تحت سلب واحد سلب اتنين وأشوف النقطة الأولى النقطة الأولى السيم بكام بصفر وصاد بتلاتة سيم بصفر وصاد بتلاتة إذا انتقع على المحور الصادي السينات بصفر عندي الثلاثة وأخذ دائرة سيم بسلب واحد والصاد باربعة هذه السيم بسلب واحد والصاد باربعة آه ده الربع الثاني وأخذ دائرة طبعاً أنا عندي الأرباع الأول الثاني الثالث الرابع سيم بواحد والصاد باتنين واحد يقول لي ده في الربع الأول برافو وأجيب المسطرة وأرسم الخط بتاعي ده بستعالة الخط بتاعي متصل أم منفصل يعني منقط ولا صامت لا متصل يبقى أجيب الخط بتاعي الله طب أنا عايز أعرف مجموعة الحل أقول لك المستقيم بتاعنا ده أسم المستوى الإحداثي إلى جزئين الجزء اللي على اليمين أو اللي فوق والجزء اللي تحت أنا عايز أعرف إزاي مجموعة الحل قال لك هنا في طريقة جميلة جدا إزا ما كانتش نقطة الأصل معنا على المستقيم اختارها عشان هي سهلة التعويض وإزاي إن أنا أعوض بسهولة هنختار النقطة صفر وصفر هذه ونعوض في المتبينة بتاعتي تمام نعوض في المتبينة بإيه بسين بصفر وصد بصفر يبقى صفر زائد صفر أكبر من أو تساوي ثلاثة يعني إيه أستاذ هل تحقق المتبينة عندي ولا لا لا طبعا الصفر أكبر من ثلاثة لا طبعا إذن إذن الجزء اللي فيه صفر وصفر هو مجموعة الحل أي جاي بالمسترة واخد خطوط رأسية كده وقوله هنا مجموعة الحل ممتاز بعد ما نخلص التمرين دي أنا ممكن أخد تمرين دلوقتي لو أنا عندي إيه تعال نحل لو عندي متبينتين مع بعض نفس الخطوات بتاع المتبينة الأولى وهاخد الجزء المشترك بتاعي تمام إحنا كده عندي عندنا المتبينتين مع بعض أنحلهم بسرعة كده نقول إيه نرسم المستقيم إحنا عرفنا الطريقة بقى اتنين سين زائد صادي ساوي سالب واحد مو ايه منفاصلا أو واحد يقول لي منقاطا يعني نقط وجراسم إيه الجدول أدي سين وأدي صاد هنا ممكن تاخد سين بصفر وصاد بصفر مرة سين بصفر يعني ممكن تحط إيدك على السين خلص كده يبقى الصاد بكام بسالب واحد الصاد بصفر يبقى اتنين سين بسالب واحد يبقى السين بسالب نص واخد السين بواحد وعوض يبقى اتنين زائد صاد يساوي سالب واحد ود الحارة التانية وغير الإشارة يبقى صاد يساوي سالب ثلاثة برافو خلي ده على جنب تعال نرسم المستقيم الثاني نرسم المستقيم صاد يساوي اتنين سين زائد ثلاثة ما له بقى متصلا واحد يقول لي ليه اقول له عشان علامة التساوي الموجود ارسم الجدول ادي سين وصاد وصاد بصفر اسهل سين بصفر يبقى الصاد بتلاتة الصاد بصفر اود العدد النحية التانية واقسم على معامل سين يبقى سالب ثلاثة على اتنين خد عندي السين بواحد يبقى واحد في اتنين باثنين زائد ثلاثة خمسة واجرسم المستوى الاحداثي بتاعي خلي بالك اشوف السينات انا عندي صفر لحد ايه من واحد وسالب واحد وهنا سالب واحد ونص واحد يبقى مش فرقة عندي الصينات الموجب والسالب اما الصاد خمسة في الاحداث الموجب يبقى خلي الجزء اللي فوق هو اكبر شوية نفس الطريقة دي الصينات ودي الصادات نفس الطريقة طريقة التأسيم طبعا ممكن الاختبار في الامتحان هيديني ورقة رسمي بياني هيبقى سهل جدا ادي واحد اتنين سالب واحد سالب اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة النقطة الاولى صفر وسالب واحد تعالوا نعملها بلون تاني عشان تبقى واضحة ده على المحور الصادي تحت سالب نص وصفر في السالب بين الصفر والواحد واحد وسالب تلاتة ادي واحد وسالب تلاتة هيبقى تحت وهرسمه ايه منقط ممتاز تعال نعمل التاني بالاسود عشان يبقى واضح 0 و 3 سالب 1 و 0 اهو بين الواحد سالب 1 و سالب 2 1 و 5 وهنرسم وده متصل تعال بقى نشوف مجموعة الحل انا عايز مجموعة الحل للاولاني اعوض بصفر وصفر يبقى صفر زائد صفر اصغر من سالب 1 هل الصفر اصغر من سالب 1 لا الصفر اكبر يبقى مجموعة الحل هي الجهة اللي ما فيهاش لا تقع فيها نقطة صفر وصفر تحت ممتاز تعال نشوف النقطة التانية صفر هنا صفر اكبر من 3 هل الصفر اكبر من 3 لا لا تحقق يبقى اذا الجهة اللي فيها صفر وصفر لا تحقق يبقى الجهة التانية الله اين تقاطع الحلين في المجموعة دي يبقى اقول له كده مجموعة الحل تعال نشوف سؤال تاني اللي هو بقى عقد من الذهب وزنه 360 جرام وعياره 21 قراط احسب كمية الذهب المصنوع منهم جميل اوي انا عندي قانون مهم جدا اللي هو عيار السبيكة عيار السبيكة على كام على 24 يساوي وزن الذهب على وزن السبيكة تعال نشوف هنا الحل بتاعي هقول له وزن الذهب يساوي هنا بنضرب بنعمل كسر كده عشان انت يبقى معارف انت بتقسم على 24 وهنا عيارها العيار بتاع ايه السبيكة يبقى انا عندي هنا هنا هيبقى وزن السبيكة تعال نشوف 360 وزن العقد اللي عندي في عيارها 21 على 24 انت ممكن تستخدم الالة الحسبة وممكن تبسط على طول على 3 فيها 7 على 3 فيها كام 8 وممكن ابسط على 4 فيها 2 على 4 فيها 90 على 2 فيها الواحد على 2 فيها 45 واضرب انا ما استخدمتش الالة الحسبة عشان تعود نفسك 5 في 7 ب35 4 في 7 ب28 و3 يبقى كام 31 يبقى انا عندي وزن الزهب 315 جرام من 360 تعال نشوف سؤال تاني احسب قيمة ما يلي 5 لام 3 مضروب 4 7 ابدأ من 4 ضرب لحد ما اوصل لواحد يبقى 4 في 3 في 2 في 1 4 في 3 12 ونشوف هتطلع معنا كام تعالوا نشوف هتطلع معنا كام والناتج صح 5 لام 3 اتفقنا 5 shift shift علامة ضرب 3 يساوي 60 تمام تعالوا نشوف المضروب 4 shift x i يساوي 24 تعالوا نشوف التوافيق 7 shift علامة القسمة 2 يساوي 21 الاجابة صحيح تعالوا نشوف السؤال رقم دال هنا عندي دي من خواص التوافيق بيقول لي إذا كان 15 قاف 4 15 قاف را يساوي 15 قاف 6 فأوجد قيمة را أنا عندي قاعدة بتقول لي إيه إذا كان نون يساوي نون فإن را هتساوي 6 يعني أنا هكتب القون كده نون قاف سين يساوي نون قاف ساد في الحالة دي بيقول لي إيه بيقول لي سين يا إمة يساوي ساد أو سين زا اتصاد يساوي نون الله تعالي تعالي نشوف مسألتنا النون سابتة يعني 15 15 يبقى أنا عندي هنا إيه الراحة هتساوي كام مباشرة هتساوي 6 والإجابة تمام طيب أنا عايز أشوف مسألة تانية في حالة ما هو ممكن يقول لي في قيمة تانية آه ممكن را زايت 6 يساوي 15 يبقى الراحة تساوي 9 يعني هنا في حالين طيب واحد يقول لي أنا عايز تتأكد بقى يعني معناها 15 قف 6 هتطلع 15 قف 9 تعالي نشوف 15 قف 6 خمسي خمسة 5 وخمسة وخمسة قف 9 15 قف 9 هيساوي 5000 وخمسة طلع عندي نفسي ايه الناتج جميل طبعا كده انا ايه شفت مسائل على المتوافق ومسائل على التبديل عندي سؤال بقى على المتتابعة الحسابية او الهندسية ممكن يجيب لي حدين ويقول لي اعين المتتابعة اوجود عدد الحدود نشوف السؤال كده اللي عندنا انحله مع بعض عين المتتابعة الحسابية التي فيها ح 3 يساوي 5 وح 6 يساوي كام 11 اقول له الحل دي حسابية ح 3 يعني معناها الف زائد 2 دال بيساوي 5 ح 6 يعني الف زائد 5 دال يساوي 11 خلي بالكم في 3 اعدادي ودرسنا ازاي نحل معلتين مع بعض هنحلهم بالطرح او ممكن اغير الاشارات وقول بالجمع يساوي يساوي تحتي يساوي الالف تروح يبقى سالب 3 دال هيساوي سالب كام 6 يبقى الدال هساوي مجب 2 الان انت عندك الدال عشان تكون المتتابعة الحسابية لابد ان يكون عندك ايه عندك الالف والدال عوض في المعادلة رقم واحد يبقى بالتعويض في المعادلة رقم واحد عند دال باتنين يبقى الف زائد اتنين دال يبقى اتنين في اتنين يساوي خمسة يبقى الالف هتساوي خمسة ناقص اربعة هيساوي واحد عندك الحد الاول وعندك الاساس اقدر اكون المتتابعة بكل سهولة يبقى المتتابعة بتاعتي واحد الده لتنين يعني زود عليها اتنين يبقى ثلاثة زود اتنين يبقى خمسة وسبعة الاخ يبقى انا عندي متتابعة حسابية عطاني فيها حدين اقدر اقدر اكون المتتابعة واقدر اجيب مجموع الحدود لو هنا عندي طلب في السؤال ده ثم اوجد مجموع عشرة الحدود الاولى منها يعني هنا نوم بعشرة جميل انت كده هترجعني اقولك القوانين عندي مجموع متتابعة حسابية في قانونين باستخدام الحد الاول والاساس او الحد الاخير تمام احنا هنا ما عنديش الحد الاخير يبقى انا هقوله عايز جيم نون يسوي نون على اتنين افتح قوس كبير فاكر انت الحد العام هو شبهه بس هنزود اتنين يبقى اتنين الف زائد نون ناقص واحد في دال اتنين الف في ايه طب انت عندك هنا هو عايز عشر حدود الاولى الالف موجودة اه الدال موجودة اه النون موجودة اه يبقى ما فيش عنده غير انك انت تعود اقوله يساوي عشر على اتنين اتنين الالف بواحد النون بعشر ناقص واحد يبقى تسعة الدال باتنين مجرد ان انا قسم ادي خمسة اتنين واثنين في تسعة بطمنتاشر واثنين كام عشرين خمسة في عشرين بكام بمية يبقى انا هنا في عندي سؤال عطيني حدين من المتتابعة ادرت ان انا اكون المتتابعة وادرت ان انا اجيب الحد الاول واجيب الاساس بكل سهولة وكمان اضفت للسؤال ازاي ان انا اجيب مجموعة الحدود اللي عندي الاولى قال لي عشر حدود قال لي خمستاشر قال لي تلاتين طالما انا عارف القانون اقدر ايه ان انا اجيب القانون بتاعي واقدر احل طبعا طيب احنا لحد وقتا عملنا ايه عملنا مراجعة على المزج والخلط خدنا السبيكة عملنا مراجعة على المتتابعات الحسابية والهندسية والتبديل والتوافق عندي سؤال تاني هنا جميل جدا برضو من اسئلة الاختبارات هشوف وهقول لكم على طريقة سهلة جدا في الحل من خطوطين تعال اشوف السؤال بيقول لي ايه صهر صائغ سبيكتين من الذهب معا وزن الاولى 48 جرام وعيارها اه كام انا عندي على الشاشة ايه 14 قراط و وزن الثانية 72 جرام وعيارها 18 قراط فما عيار السبيكة الجديدة المكونة منهما الله تعالى بقى نشوف كده الكلام الجميل ده بيقول لي فيه سبيكتين مع بعض وزن وعيار محتاج عيار الجديدة تعالى نشوف الحل هنعمل جدوى الجميل تمام ادي الاولى ادي الثانية ماشي وهنعمل هنا الوزن وهنا العيار الاولى وزنها 48 عيارها 14 التانية وزنها 72 عيارها 18 جميل هنا المجموع احنا هنجمع الوزن بتاع السبيكتين مع بعض صفر 120 جرام المطلوب العيار بتاع السبيكة الجديدة الحل يعتبر مثالي هتضرب الوزن في عيار الاولى زائد الوزن في عيار الثانية يساوي الوزن في عيار السبيكة يعني 14 ضرب 48 زائد 18 ضرب 72 يساوي عين ضرب 120 تعالى نجيب الالة الحسبة وهنجمع نجمع نضرب 14 ضرب 48 واربعين 672 زائد 18 ضرب 72 1296 يساوي 120 عين اجمع الاتنين دول مع بعض يبقى هنجمع عليها 672 هيطلع الناتج 1600 1968 يساوي 120 عين طبعا اي حد هيقول لي دلوقت عايز اجيب المجهول هقدر ان انا اقسم على معامل المجهول يبقى هقول له عين اللي هو عيار السبيكة عيار السبيكة الجديدة اللي عندي هيساوي هنقسم 1968 على 120 تعال نقسم تقسيم 120 الناتج عندي 16 واربعة من عشرة ايه بقى ايه التمييز بتاع السبيكة العيار قيرات يبقى السبيكة الاولى كانت 14 عيارها التانية 18 لما صهرتهم مع بعض وعملتها سبيكة واحدة طلع عندي العيار الجديد 16 واربعة من عشرة ايه قيرات هل في مسائل شبه كده اه تعال نشوف المسألة التانية دي نفس طريقة الحل مزجة تاجر 40 كيلو جرام من الزيت 8 كيلو جرام 80 قرش مع 60 كيلو جرام من نوع اخر 8 كيلو جرام 110 محثما ايه الكيلو جرام من المزيج انا عارفكم بقيته طلاب ممتازين تعالوا نشوف الحل نفس طريقة الحل بتاع المسألة اللي فاتت هنعمل ايه تعال نعمل جدول 3 صفوف دايما خلاص بقى عارفنا هون وانا عندي هنا الاولى التانية المجموع يبقى من 4 عمدة الزيت النوع الاول الثاني المجموع وهنا عندي الوزن وهنا عندي الثمن 40 كيلو 80 قرش 60 كيلو 110 قرش اجمعلي دول كده يطلعوا 100 وهنا عندي سين اللي هو المجهول تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه في المرة الاولى زي المرة التانية هنضرب 40 ضرب 80 زائد 60 ضرب 110 يساوي سين ضرب 100 الله مسألة بقت سهلة 0 32 0 66 0 سين مسألة سهلة وجميلة تعالوا نجمع 0 8 9 يساوي 190 يبقى سين تساوي 9800 عالمية هنضر الصفرين يروحوا يبقى قرش يبقى المزيج لما عملته 8 كيلو هيطلع 98 قرش الكيلو الاولاني كان 80 النوع التاني الكيلو كان 110 لما مزكتهم مع بعض وصار مزيج طلع 8 كيلو بعد كده 98 قرش ممتاز تعالوا نشوف مسألة تانية هقول بس الفكرة بتاعتها انا عندي هنا على الشاشة بقول لي خلطة تاجر 20 كيلو جرام شاي 8 كيلو 30 جرام مع 60 جرام من نوع اخر كام 8 40 جرام احسب 8 كيلو جرام من الخليط ثم اوجد 8 بيع اه ايه ده بيع الجيلو جرام من الخليط ليكسب 15 في المية نفس طريقة الحل بس بعد ما هو طلع 8 الكيلو محتاج يكسب فيه محتاج يكسب ايه فهيبيع بمكسب احيانا ممكن يجي يقول لي ليبيع بخسارة حد يقول لي يا مستر هو ممكن يبيع بخسارة اقول له احيانا ممكن يكون عنده بضاعة زيادة وعايز يصرفها ففي الحالة دي بينزل السعر ايه من 8 الاصل عشان عنده استكات كتيرة فعايز يخلص هي الفكرة بتاع المكسب او الخسارة في الحتة اللي انا هقول لك عليها دلوقت هنعتبر ان هو في المسألة دي بعد ما حلناها طلع ان 8 كيلو مثلا 55 قرش او 55 جنيه عشان ده بجنيه انا عايز عشان يكسب 15% دي الجديد عندي في المسألة يبقى هيبيع بكام طالما مكسب يبقى هنجمع 15 زائد الاصل 100% بقى 115 يبقى انت هتقول 55 مثلا لو طلع الناتج 55 ضرب 115 على 100 يطلع ده 8 كيلو بمكسب 15% طب لو قلت لك ده هو كان عايز خسارة 10% يبقى هقول له 100 نقص العشرة يطلع 90 يبقى هبيع 55 في 90 على 100 خلي بالك يبقى انا قلت لك هو الفكرة كلها بتاع المسألة لما يقول يبيع بمكسب او يبيع بخسارة الفكرة كلها بتقول ايه ازاي اضرب في النسبة اذا كانت بمكسب يبقى انا هجمع النسبة اللي اعطهاني على 100 واذا كانت بخسارة يبقى انا هعمل ايه هطرح من ايه من 100 سؤال سؤال جميل تاني على الخرصانة نفس فكرة الخليط ونفس فكرة المزيج طالما انت عملت الجدول هتقدر تطلع ثمن ثمن ايه طن من الخرصانة تعال نشوف هنا بقول لي في التمرين ده عند عمل خرصانة مسلحة يخلط مقاول كل اتنين طن زلط مع واحد طن من الرمل مع نصف طن الاثمنت الله ده عاطيني ثلاث انواع حاطيني زلط ورمل واسمنت فاذا كان ثمن طن الزلط 40 جنيه وطن الرمل 30 وطن الاسمنت 200 فما ثمن طن الخرصان المسلحة تعال نشوف هنعمل هنا جدول بس هنزود عمود زياد يبقى انا عندي ثلاث صفوف كان الاول عندي اربع اعمدة هنخليهم خمس اعمدة ثلاثة اربعة خمس هنا عندي زلط رمل اسمنت المجموع اتنين اتنين طن اتنين طن من عندي من الاسمنت نصف خلي بالك اتنين طن زلط مع واحد طن رمل ونص اسمنت المجموع بتاعهم يبقى هنا عندي الطن تلاتة ونص طيب ثمن الزلط اربعين ثمن الرمل تلاتين ثمن الاسمنت مائتين عايز ثمن الطن من الخليط من الخرصان اللي عندي يبقى هنا الثمن طبعا احنا خلاص بقى هنا اسدزة في المسألة دي جميلة هنضرب اتنين فاربعين زائد واحد في تلاتين زائد نص في ميتين يساوي تلاتة ونص في سين احنا دايما المجهول بنرموزه ايه سين اتنين فاربعين بتمانين تلاتين نص ميتين مية يساوي تلاتة ونص سين اجمع ميتين وعشرة يساوي تلاتة ونص سين اللي هي سبعة على اتنين ممكن على سبعة على اتنين وانا اصدت اقولك هنا عشان انت عندك قاعدة بتقولك مقام المقام بسط يعني الاتنين تطلع فوق يبقى ميتين وعشرة ضرب اتنين على سبعي على سبعة سبعة فيها الواحد على السبعة فيها تلاتين كام تلاتين يطلع عندي ستين يبقى ثمن الكيلو من الخليط ملها كام ستين جنيه ابربعين وابو تلاتين وابو ميتين في الخلطة اللي انا عملتها دي طلع ثمن الطن من الخرصانة ستين جنيه عشان كده احنا بنعمل احنا بنخلط وبنمزج عشان من فوائد المزج والخلط اللي هو ايه قلة وخفض التكاليف وعايز جودة اكتر مش معقول اعمله كله اسمنت دي انا الطن بميتين جنيه لكن لما عملت الخلطة بتاعتي طلع الطن بكام باسمنت فممكن يجي لي سؤال يقول لي من اسباب الخلط والمزج ايه هتقول مثلا انا بمزج الانواع من الشاي عشان اطلع نكهة شاي جميلة محببة ممكن امزج عطور مع الكحل عشان اخفف وابيع بكميات كبيرة بالخرصانة عشان اشوف حاجة فيها ايه جودة واقلة التكاليف تمام تعالوا نشوف مسألة تانية على المتتابعات اوجد ردبة الحد الذي قيمته 85 من المتتابعة 13 17 21 تعالوا نشوف هنتي بالسؤال هو عايز قيم الحد اللي قيمته كذا يبقى عطيني حنون 85 وعطيني المتتابعة 13 17 21 طالما عطيني المتتابعة كده طبعا انا بشوف كده التتابع بتاحها هعرفها اسابية والهندسية 17 نقص 13 4 21 نقص 17 4 يبقى انا بحل هنا هؤ هقول الالف عندي بكام ب13 الالف بكام 13 تبدال هطرح 17 نقص 13 17 نقص 13 4 هو طالب نون طالب ايه نون النون هنا مجهولة وعطيني حنون خلي بالك لابد انك انت تفرق بين حنون ونون نون عدد الحدود ماشي حنون ردبة الحد عندي حنون ب85 يبقى اكتب القانون يساوي آلف زائد نون نقص واحد في دال حنون بكام ب85 الالف 13 زائد نون نقص واحد النون مجهولة في دال باربع يساوي تحت يساوي 85 13 فوق القوس يبقى 4 نون ناقص 4 ودي الحارة التانية يبقى 85 ناقص 13 زائد 4 يساوي 4 نون ادمع دول مع بعض عندي 89 ناقص 13 يبقى 76 وكام وسبعين يساوي 4 نون يبقى نون هنقسم على على كام على 4 يطلع عندي 19 يبقى هنا عندي الحد اللي ردبته كام رقمه 19 هو اللي قيمته 85 يبقى قيمة اي ردبة اي حد اقدر ان انا اجيبها بسهولة في حل المسال طيب تعالوا نشوف مسألة برضو يقول لي اوجد الوسط الحسابي تعالوا نحل مسألة تانية بيقول لي اوجد الوسط الحسابي وانا عايز اقول لكم في مسائل الوسط الحسابي هنعمل ايه تعالوا نحل مع بعض السؤال اللي على الشاشة بيقول لي اوجد الوسط الحسابي للعددين 4 و22 حد يقول لي احنا وانحنا بنشرح قلنا الوسط الهندسي طيب احنا عندنا هنا دلوقتي الوسط الحسابي بنجيبه ازاي تعالوا نشوف نحل كده الوسط الحسابي افكركم بالقانون للعددين مجموحهم على عددهم الاوساط الحسابية دائما لاي مجموعة اعداد هي مجموحها على عددها طيب هنا عطيني واسطين عطيني حدين بس يبقى هنا عندي ايه هجمع الاتنين وقسم على اتنين يبقى هجمع اربعة زائد اتنين وعشرين على اتنين اربعة وعشرين على اتنين طلعت عندي كام ستة وعشرين على اتنين بالساوي كام تلتاشر كده اعزائي الطلاب احنا قدرنا نعمل مراجعة على منهج الرياضيات للترمي الاول وعرفنا ان ممكن في اسئلة موضوعية واسئلة مقالية لكن في كل الاحوال اذا كانت موضوعية برضو انا لازم احل عشان اطلع ايه النتيجة صحية انا ساعدت بكم في هذا اللقاء وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله كل التمنيات لحضراتكم بالخير وبالنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا